موسيقى 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 مثلاً عن فكرة طيب المستشارين بقى اللي شغالين في الحكومة والملايين اللي بتصرف عليهم كمرتبات وكمكفاءات لماذا لا يستغل هذه الأموال في دعم اقتصاد الدولة وبرضو فكرة أن مصر لن تركع ويعني كل ده طبعاً كلام مفروغ منه تماماً وكلام معروف أننا كلنا هنا بإرادة الله أننا يعني كان فيه مغازل شوية لنواب الطائرات الإسلامية من ناحية والجانب الآخر هو فكرة الخطاب العاطفي برضو إلى الشعب المصري الخطاب العاطفي والخطاب المفوش جديد بالضبط يعني ولكن حتى البعض قال أنت النهاردة كرئيس الوزراء أنت جاي بتقول لنا أن كل اللي حصل ده نتيجة حاجات كانت موجودة قبل كده ولكن البعض بيعتبر أن هذا الخطاب كان خطاب الوديع للجنزوري والبعض الآخر بيعتبره أن هو بيبرئ زمته من كل ما حدث في السنوات الماضية واللي هو كان مسؤول فيها بشكل أو بآخر إما بصمته وإما بمشاركته في اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية لأثارت سلبا على البلد وانت بتالي بيوصلنا لسحب الثقة من حكومة دكتور كمال الجنزوري مثل لذا كان بقاله فترة يعني هو من نوفمبر الماضي وحتى الآن في ملفات ملحة جدا بنشتغل عليها ألا وهي الملف الأمني والملف الاقتصادي وملف العدالة الاجتماعية ماذا تحقق في هذه الملفات فبنلاقي أن فيه تفاوتات في الثلاث ملفات ولكن لا توجد إجراءات مرضية إلى الشعب المصري وإلا الناس كانت حسد بيها وكانت الناس تجاوبت معها وحتى بيبان حتى من الاحتقانات والاحتقانات اللي في الشارع يعني الناس مخنوعة إلى حد كبير ومن هنا جاءت فكرة سحب الثقة من الحكومة والعمل ده كان هو الإخوان المسلمين الزراع السياسية للجماعة حزب الحرية والعدالة بيدرس سحب الثقة نضم دي كمان في هذه الفكرة خمس أحزاب أخرى هي المصرين الأحرار والمصر الاجتماعي والعدل والحضارة والوسط هيتم تشكيل حكومة تانية من داخل البرلمان؟ نرجع بقى تاني لفكرة الإعلام الدستوري إن الإعلام الدستوري أصلاً لا يتيح للبرلمان إنها يشكل حكومة لا يتيح للأغلبية إنها يشكل حكومة ولكن تعالي نرجع شوية كمان برضو بالضبط من شهر كان في حديث دائر على فكرة أن الإخوان المسلمين سوف يشكلون حكومة إئتلافية ده صحيح وحيثمت حكومة تكنوكرات كمان ده على لسان دكتور خيرات الشاطر المهندس خيرات الشاطر وهم كانوا هي برئيس الوزارة وتم عمل مجموعة من الترشيحات لهذه الوزارة منضمنها الدكتور عمرو دراج القيادة الإخواني إنها يكون ماسك وزير التعليم حسن مالك هيبقى وزير المالية كان هذا الأمر حتى بيدرس على أنه مجرد بلونة اختبار من الجماعة ولكن هما بيقولوا رسالة إن إحنا مستعدين نشكل هذه الحكومة وحتى في بعض الأحزاب اللي موجودة من ضمنها المصري الديمقراطي كانت بتدفع في هذا الاتجاه شكلوا أنت الحكومة يعني ربما يكون في خبص شوية من بعض الإلقاء سياسيا نورونا بأنتم هتعملوا إيه يعني ولكن في كل الأحوال إن فيه تجاه قوي جدا لسحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري المجلس العسكري سبق أنه هو أكب دعمه الكامل ومنحه كافة الصلاحيات لحكومة الدكتور الجنزوري ولكن أعتقد أنه قد جاء وقت الحساب لازم نبدأ نشوف ماذا فعلت هذه الحكومة حتى الآن ونضعها تحت المجهر ونشوف بقى أين كانت السلبيات وأين كانت الإيجابيات وهل تستحق الاستمرار أم لا من ناحية تنيا من شهر نوفمبر اللي فات من شهر نوفمبر اللي فات نشوفنا حكومة الدكتور الجنزوري وأصلا كان فيه يعني أصلا جدل واسع جدا على فكرة اختيار الدكتور كامال الجنزوري ولكن في كل الأحوال إحنا بنخضع كل شيء للتقييم وفكرة التغيير الكتير يعني دي برضو بتدفعنا إلى نقطة تانية مهمة جدا ماشي إحنا بدي أبحث عن الاستقرار ولكن في خلال هذه الفترة الانتقالية المهمة جدا اللي بتمر بيها مصر الحقيقة الناس لازم تركز على وضع سياسات أو وضع هيئات تعمل على سياسات طويلة الأجل مش معنى أن احنا في حكومة انتقالية نحنا لا نفكر إلى الأمام وأن احنا بس نبص تحت رجلنا ده شيء مرفوض تماما ممكن يكون عندنا مجال سعولية يعني عندنا مجلس أعلى للتعليم مجلس أعلى للاقتصاد هذا المجلس فيه خيرة الخبراء في هذا المجال في مصر بيحط لنا سياسات طويلة الأجل أي وزير أي حكومة بتيجي بتشتغل على هذه السياسات خلني نروح لجريتة المصر اليوم وصفحة الأولى والإخوان مرشح الرئاسة المفاجأة وطني إداري لم يعلن عن نفسه تفاصيل الخبر مفارلك لأ ما هو يعني إحنا إيه بقالنا فترة بنتكلم على فكرة الرئيس التوافقي وبرضو اللي بيتكلم عن الرئيس التوافقي كان هو الإخوان المسلمين النهاردة الإخوان على تصريحات على لسان دكتور محمد عمد الدين هو عضو مجل الشعب عن الإخوان بيتكلم على إن بقى المرشح بتاع الرئيسة ده يكون مفاجأة وهو راجل وطني وإداري جيد جدا ولكنه لم يعلن عن نفسه حتى الآن يعني يتمتع بمميزات إدارية يعني أنه يعرفي إزاي يدير وهكذا يعني حتى الدكتور محمود شريف لما أعلن ترشوحه للرئاسة قال إنه هو عنده خبرة إدارية كافية جدا تخليه مؤهل عن غيره من المرشحين الإخوان مرة أخرى بتتصدر المشهد وبتتكلم على المرشح اللي احنا هندعمه يعني أنا مش عارف الحقيقة أنا موضوع رئيس طوافقي ده عامل زي الإعلانات بتاع الزمان اللي كان بتيجي اللي هو بيجيبوا السمنة البلدي مع السمنة النباتي ويعملهم مع بعض علشان تعمل طبخة حلوة بس ساعات الطبخة ما كانش بتطلع حلوة مهم أن يعني رئيس طوافقي وفكرة رئيس طوافقي ده شيء الحقيقة أنا شاف إنه فيه هانة هانة كبيرة جدا لهذا الشعب ولي صورة هذا الشعب إنه إحنا محسنين وفي اليمن تم فعلا يعني في اليمن فيه رئيس طوافقي دلوقتي وقفت علي كل الأحزان ده اللي هو جاي علشان يعد سنتين فترة انتقالية لكن مش رئيس اللي احنا عايزين يعني دي حاجة وبعدين احنا وضعينا مصر ليست اليمن ده صحيح مع شكية بس أنا كنت أحب أسمع منك المقرر وأسمع منك الرد للإنفلس كثير تقولك المشكلة أما اليمن كان فيه مستوى فوق لا 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 مصر ليست اليمن مصر أكبر من كده بكثير موضوع قبلي وموضوع فيه يعني موضوع مختلف تماما عن مصر ولكن هنا الجماعة بتتصدر المشهد مرة أخرى بتتكلم على إن ده بقى راجل مفاجأة ولسه ما جايش يا جماعة ولسه ما حصلش فإحنا برضو منتظرين نشوف من هو هذا الرجل المفاجأة وهذا الوطني والإداري الفكرة التانية إن إحنا لازم نعتمد على أسس ديمقراطية علشان نوصل لانتخاب هذا الرئيس الموضوع لا يوقد بصفقات في غرف مغلقة ولا يوقد بتوافق أو نحن نتفع على واحدة بنجيبه رئيس ده بالتلهي يبقى رئيس تابع أنا أعتقد ذلك تماما يعني شكرا خلينا نروح طيب متهيالي ده مرتبط تعالي نروح للشروق الصفحة الثالثة اللجنة العليا تعلن الخطة النهائي لانتخابات الرئاسة اليوم أي مرتبط بالخبر بتاعنا آه يعني هما النهاردة اللجنة العليا هتعلن عصرا على بعض التفاصيل وان متى هتبدأ فاتح باب الترشح يوم عشر مارس هيغلق تقريبا في في عبريل اللي هو إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبعد كده هتبدأ الانتخابات غالبا الانتخابات هتبدأ في خمسة يونيو الموضوع هيكون انتخابات الجولة الأولى بتاعتها تبقى لمدة أسبوع وبعد كده الاعادة بعدها بأسبوع وهيكون فيه ثمان تيام المصريين في الخارج وهيبقى فيه أربع أيام للفرز بالنسبة للمصريين في الخارج لكن خلينا نرجع تاني سريعا للي حصل للمبالح وأول مبالح أن البرلمان وفق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية وأرسله إلى المحكمة الدستورية العليا بحيث أنها يعني تقر أو لا تقر التعديلات المطروحة وتم تعديل المادة 30 من ضمن المواد اللي وضيفت لها بعض التعديلات علشان المرشح وأنه هو يكون فيه مندوب عنه وبعض الأمور التنظيمية الجيدة جدا للحقيقة ولكن ما زالت حتى الآن هناك نقطة مهمة جدا لم تحسم ألا وهي المادة 28 اللي بتقول أن اللجنة العليا أو قرارات اللجنة العليا لا يمكن أطعن عليها وبالتالي فيه عوار دستوري كما يؤكد الفقهاء الدستوريين وده شيء غريب جدا ومحتاج النظر لي وسرعة البت فيه الحقيقة وإلا دخلنا بقى في جدل آخر طب يا جماعة علشان نغير المادة 28 هي أصلا كانت موجودة في الإعلان الدستوري وبالتالي احنا محتاجين نعمل تعديل على التعديل الدستوري وبالتالي محتاجين نعمل استفتاء فده هيستغرق مثلا حوالي 24 أو 25 يوم فهيأخر الفترة اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي 30-6 لتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب خلينا نرور جريت الشروق صفحة الأولى قضية تمويل المنظمات تشعل معركة تعديل الأصابع بين مصر وأمريكا حصل تطور مبارح أن هيئة المحكمة المختصة بمحاكمة 43 متهم في هذه القضية أعلنت تنحيها بالكامل عن نظر القضية استشعارا للحرج في نفس الوقت في تصريحات يعني ابتدت تصريحات بتاعة الجانب الأمريكي الحقيقة تخف شوية عن الفداية كان فيها الأول نبر التهديد أن نحن نعمل كذا ونحن نطع المعونة الموضوع يخش أن نعمل حل القضية أن نعمل في كذا وهكذا إلى متى يستمر هذا الضغط وما تأثيره على العلاقات المصرية الأمريكية أعتقد أن هذا لازم يكون محسوب جدا من القائمين على إدارة شؤون البلاد في كل الأحوال نحن لا نخشى من أحد وده مش كلام عن تاري مننا ولا حاجة ولكن الواقع أن فيه سراعات مصالح بتكون موجودة أي دولة لما بتشعر أن مصالحها مهددة بالتالي بتقبل بحاجات معينة عشان تنفذها أو بتنزلات المصالح هي اللي بتتحدث على سبيل المثال الصين تقريبا ربع الاحتياطي النقدي بتاعها موجود لدى البنوك الأمريكية ويقدر بحوالي 250 مليار دولار لما بتكون الصين محتاجة مثلا يا جماعة من فضلكم ارفعوا الحذر اللي انتوا عامينه على السلعة الصينية مثلا الفلانية اللي بتخش عندكم في أمريكا أمريكا ترفض طب من فضلكم احنا هنسح بالاحتياطي النقدي بتاعنا بصاب بيضغطوا بهذا بصالح يعني اللغة المصالح هي اللي تتحدث في كل الأحوال يعني الحقيقة هذه القضية يعني الموضوع فيها بقى فيها حديث كثير جدا ولكن نأمل في النهاية ان احنا نقر القانون ونقر السيادة الوطنية المصرية ولكن دون الدخول في مواجهات ربما قد لا تكون مفيدة في الوقت الحالي اتمنى انتها نروح لجريدية الأهرام وصفحة الأولى عشان ما تقالي خبر مهم وزير المالية نودرس دم نصف أموال الصناديق الموزنة العامة الصناديق الخاصة طبعا ده شيء بنتكلم عنه بنتكلم عنه الأموال بتاعته بتقدر حوالي 36.5 مليار جنيه المبلغ مش قليل الحقيقة وبالتالي وعندنا كمان الصندوق الاجتماعي يعني اصدق ان في يعني في عندنا البحث عن فكرة الأموال داخل البلد او داخل مؤسسات الدولة هي موجودة بالفعل نحن رسنا في حاجة الى فكرة لا المعونة الأمريكية ولا فكرة ان احنا بقى نتبرع من جوانا علشان نجيب فلوس في الكلام لان المواطن مش ناقص أصلا وبالتالي وزير المالية بيتحدث عن ان احنا بندرس بقى ضم نصف هذه الأموال بني كان في حوالي 18 مليار جنيه علشان نضمها للموازنة العامة وده بيساهم طبعا فكرة تثبيت العمالة الموقتة بتقدر بحوالي 750 ألف وفقا لتصريحات الدكتور صفوة النحاس يعني في الحقيقة اجراءات مهمة جدا لازم تحصل الدعاية السلفي الشيخ محمد حسان كان في لقاء مع الدكتور كامال الجنزولي والدكتورة فايزة بن نجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي علشان فكرة المعونة او المعونة الشعبية اللي هو كان ترحى علشان نترك او نتغاضع عن المعونة الامريكية يعني انا زيان بقول لحضرتك هو فكرة ان فيه قريدي اموال موجودة ان الحكومة قد تتابع سياسة التقشف في اموال كثيرة جدا فيه اموال فيه ريسورسز فيه كل حاجة مصر البلد غنية جدا 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 ده موجود ومنجم الدهب بتاع السكر يعني فيه الحقيقة حاجات كثيرة جدا ولكن بس هو حسن الادارة والترشيد هذا هو ما نحتاجه حقيقة ويعني حب هذا البلد والخوف عليه والحرص عليه علشان نخرج براه هناك مصالح فردية عند الجميع الحقيقة موجودة في كل مكان وفي كل مؤسسات الدولة وحتى في الشرع المصري النهاردة يجب ان تنحى كل هذه المصالح الفردية جانبا علشان نقدر نقف بمصر وانا خلصت بس انا معلش اسمحوا لي انا عايزة سريعا في التلات اخبار الجائع فيه اجتماع هيعقد بين الجانب المصري والسوداني والاثيوبي لتقييم اثار انشاء سد النهضة الاثيوبي وفيه مساعدات مصر حتقدمها الى الكنغو للتأسيس مجموعة من السدود لانتاج الكهرباء وحيكون بيقول ده الدكتور هشام انديل وزير الري وده جهد مشكور جدا عليه حقيقة فيه اضراب مئة الف من العاملين في النيابات والمحاكم وبيطلبوا بفصل الميزانية المخصصة لهم عن المجلس الاعلى للقضاء وهناك تصعيد في هذا الاتجاه سيوة تحترق انا شخصيا كلمت مجموعة من شهود العيان هناك واكدوا ان احدى القرى في سيوة وهي على الحدود المصرية الليبية تعاني منذ فترة من دخول وخروج مهربين للأسلحة عبر الحدود المصرية الليبية وطلبوا الجهات المسؤولة بالتدخل اكثر من مرة وقدموا مذكرة في هذا الشأن وعلى سبيل العقاب ويعتقد ان هؤلاء المهربين هم من قاموا بعمل هذه الحرائق في حضائق واراضي للزيتون والنخيل والخسائر الحقيقة خسائر ضخمة جدا وكبيرة وهذه المنطقة تعمل بصفة اساسية او رزقها الاساسي او مصدرها الرئيسي الاقتصادي على النخيل وعلى الزيتون نتمنى من الجهات الامنية المختصة ان تقوم بدورها في هذا الامر وتأمين الحدود جيدا وحتى لا تتكرر هذه المأساة مرة اخرى نتمنى طبعا صحف المتميز محمد طلعت الهواري صحف الجديد في المصري مشكورك جدا للموجودك معنا وننتقل لفاصل بس خلينا نقولك بس ان احنا عندنا تقرير وهو صالون الاوبرا الثقافية